احنا تعودنا يوم السبت وفرصة بما اننا في سنة جديدة تعودنا يوم السبت ان احنا نتكلم مع اصحاب السعادة مين اصحاب السعادة احبابنا الراحين لأعظم نعمة ربنا من بيها على المسلمين بهذا الفهم وبهذا النور وبهذه البركة ويبركة مدد الله سبحانه وتعالى لمكان والانسان عندما ستكون هذه الاسرة وتتكون هذه الاسرة بمدد من الرحمن اللي هو ايه بقى الجواز فاحنا ابتدينا في يوم السبت نتكلم عن اصحاب السعادة اللي هم متزوجين سواء في فترة اقبالهم على الزواج او في الفترة الاولى للزواج احنا في الحلقة الماضية في التعاتي يوم السبت اللي بنتكلم فيها عن اصحاب السعادة تكلمنا عن الخطوبة وتكلمنا على ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الخطيب انه ينظر ينظر يعني يتأمل ويبحث عشان يرضى وحضرة النبي كمان وجه توجيهات لفترة الخطوبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم وانترضون دينه وخلقه فزوجوه اذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض النوابط وبعض الامور التي تتعلق بفترة الخطوبة وعشان كده احنا عايزين نفكر الناس ان فترة الخطوبة دي وعد بالزواج يعني ايه وعد بالزواج لا هي نصف الزواج ولا ربع زواج لسه ما تبنتش فيها حقوق الزوجين لسه ما تبنتش في الفترة دي ولابد ان احنا نعرف ان التعامل في فترة الخطوبة لازم يكون في هذا الاطار ان في حد طلب طلب ووعدناه ان الطلب ده هيتنفذ اكتر من كده يبقى احنا عندنا مشكلة وعشان كده احنا النهاردة مقررين نتكلم عن مفهوم مهم جدا جدا في فترة الخطوبة اسمه ايه انا بسميه اتزان الخطوبة ازاي نبقى متزنين في فترة الخطوبة لان في حقوقات كتيرة فيه زواهر كتيرة بتحصل تعال افكركم نفتكر مع بعض كده الخطوبة تفركشت فالناس اتواجعت الخطوبة فيها شوية اشياء حاسين فيها ان هي مش منضبطة ويكتر الكلام في الخطوبة يجيلي الناس كتيرة يكتر الكلام في فترة الخطوبة يقولي انا حاسس ان الخطيب ده وكأنه مش متزن نفسيا وهي تقول انا حاسس ان الخطيب ده انا حاسس ان المخطوبة دي وكأن فيها حاجة كده بتخليها مش متزنة فعشان كده لازم الخطيب والمخطوب يعرف ان احنا في حالة ان هو مرشح للجواز لكن هو حتى الآن فهو مرشح محتمل للمشاركة في الحياة يبقى مش معنى كده ان هو اكيد هيكون الشخص المناسب فاول قاعدة ان ليس كل من خطب يكون مناسبا للزواج دي قاعدة كده حطها كده ليس كل من خطب يكون مناسبا للزواج ليه لان بعض الناس اقول لكم حاجة بيبقى عندهم حالة من حالات عدم الاتزان احنا نمشي واحدة واحدة مع بعض عشان كل الحاجات ينخلص فيها ايه اللي حاصل تيجي البنات تقول والله انا من كتر ما انا بطبق المعايير والقواعد انا رفضت ارسان كتير بس انا حاسة ان انا كده ممكن اكون بظلمه ده جاية من فكرة ايه فكرة ان اي حد بيتقدمه لازم يكون فيه مواصفات ان هو قادر ماليا او قادر عنده شقة او قادر يبقى انا لازم اتجاوزه لا خالص لان المسألة مسألة ان يبقى فيه قبول ان يبقى فيه ارتياح وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك ده حتى اقر ذلك في الزواج اذا احنا لازم نفهم ده عشان نبقى متزنين وعشان كده وحتى بعد الجواز لازم نفهم حاجة مهمة جدا جدا ان وجود الزوج تخيل بقى عشان احنا عندنا حالة عدم اتزان بتكون في فترة خطوبة ان احنا نخلل ان المخطوبة وحياة المخطوبة او المخطوبة هي كل حياة الخطيب لا 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 بلاش كده بلاش كده ليه لان احنا من هوات ان حتى لو كان ده حبيبك حتى لو كان ده حبيبك هو مش كل حياتك لان لو جعلت حبيبك كل حياتك هتدمر بقى علاقاتك وده اللي احنا بنلاحظه يبقى الخطيب بيقدم عربون محبة لخطبته في ايه اللي حصل فينسى اهله وينسى شغله ويفكروا الناس ان كده ان مرحلة الخطوبة هي مرحلة الخطوبة ايه غير مشاعر وعواطف متأججة فيبقى تيجي الخطوبة للأسف وتفسد علاقة الخطيب باهله بامه وباخواته وكمان تيجي الخطوبة فتفسد علاقة المخطوبة باهله صحيح ان حتى في الجواز على فكرة صحيح ان الجواز اهم علاقة لانها بتاخد اضوال فترة في حياتنا في حياة الانسان لكن علاقات فيه علاقات تانية في حياة الانسان زي العلاقات ما بين الاهل والاصدقاء والزملاء والجيران وهنا نقف قاعدة يبقى القاعدة الاولانية ان احنا قلنا ان الخطوبة هي مرحلة ليه التهيئ للقبول ولكن هي ليست جزءا من اجزاء الزواج يعني ايه مش جزء من اجزاء الزواج يعني هي ملهاش حقوق وواجبات الجزء التاني الخطوبة لا تفسد باقي العلاقات الخطوبة انت اذا كنت خطيب او كنت مخطوبة ده ما يفسدش باقي علاقاتك لو في افسد باقي علاقاتك يبقى ده علامة من علامات الاتزان ولازم الخطيب هو بيدفع عربون المحبة وهو بيعبر عن حبه يخلي الخطيبة المخطوبة طول الوقت على قطع حسنة بأهله على قطع حسنة بأصدقاء لكن احنا شفنا يعني اضطرابات نفسية اول ما يدخل الخطيب في حياته من مخطوبة يبقى وزنها علاقاتها ليه؟ عشان هو في الاخر عايز يملك ترجمة نانسي قنقر